70 بقرار منع الحكم حيتيات وتفاصيل هذا اللقاء مع زميل ياسين بوخلف يبدو أن رحلة البحث عن أول فوز بالنسبة لشباب عين فكرون لم تحن بعد السلاحف وجهه فريق اتحاد حضاش الذي عرف بداية سيئة هذا الموسم وجاء من أجل نقاط ثلاث أول محاولة في هذا الشوط كانت للمحلين عن طريق اللعب قارة وجه لوجه هنا يضيع أمام دخل رد فعلي اتحاد حضاش جاء سريعا يونس على الجهة اليسرى يفتح الدفاع يتدخل وابومشرة يستغل خطأ فادح في الدفاع ويوقع الإصابة الأولى وكان ذلك في الدقيقة التاسعة من المرحلة الأولى فرحة عناصر وأنصار اتحاد الحضاش لم تدم طويلا فبعد ثلاث دقائق وبعد هذه الركنية أكريف من جانب عين فكرون يتمكن من معادلة النتجة شباب عين فكرون كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني لو استغل قارة هذه الكرة التي كانت في العمق ثم عمل فرضي من اللعب يونس على الجهة اليسرى وحاني ستار في المكان المناسب يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح اتحاد الحضاش وكان ذلك في الدقيقة الثالثة والعشرين من زمن الشوط الأول أي تعمر بعد ذلك في هذه المخالفة والقائم والحارس بركيا قدان الموقف وشوط أول انتهى بتفوق اتحاد الحضاش اتحاد الحضاش وصل الضغط على مرمى المحليين وأمض هنا وجها لوجه يضع الكرة في أيدي الحارس باركي ثم عمل الهجوم آخر ورأسية حاني ستار تصدر بالعارض الأفقي نلعب الدقيقة السبعين شباب عين فكرون يستفيد من ضربة الجزاء بعد عرقلة اللعب زياد في منطقة العاملية بن حملة يتولى تنفيذ ضربة الجزاء لكنه يفق أمام الحارس دوخة بعد هذا لقاء يتوقف بسبب رشق الملعب بالحجرة من قبل الأنصار أصيب على إترها أحد عوال الأمن على مستوى الوجه حاكم عوين فضل الانتدار مدة عشر دقائق ليعود بعد ذلك إلى أرضية الميدان من أجل إكمال ما تبقى من المباراة لكنه استحال عليه ذلك بسبب تصرف الغير أخلاقي لبعض الأنصار حاني ستار هو الآخر أصيب خلال هذه الأحداث المؤلمة التي لا تخدم كرة القدم ولا شباب عين فكرون ليقرر الحكم عوين توقيف المباراة نهائيا حاولنا التقرب من التاقم الفني وإدارة فريق عين فكرون لأخذ انتباعتهم لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح وفيما يلي انتباعت بن عمار مساعد مدرب باتحاد الحرش أحنا جئنا لغنى بالدير رزلطة لكل ما نعلم وضعتنا لغنى المشاكل جئنا باش نقوم فرمونوا لغنى وكما يقول لك ان نحو هذه المدودة كما يقولون الأول لغنى كما يقولون الأول أولا كانت كريني بلغ أزوز أوكازيون مركين أدبت كونا قادي نزيدون مركو كما يقول لكو معودوا ولو المترجم للقناة السفاة غير مقبولة